حذرت حركة التنمية والتجدد برئاسة وزير العمل محمد كبارة قوى الاستكبار والممانعة المعرقلة من استعجال الفتنة وزرع الشقاق وبث الفرقة وضرب الوحدة الوطنية وشددت الحركة في بيان على أن من يقف وراء هذه الحملة الفتنوية يضرب بعرض الحائط كل ادعاءاته في الحرص على الأمن الوطني وراءت أن قوى الاستكبار الممانعة والمعرقلة لجأت إلى أبواقها السافلة والبذيئة للتعرض لمكون أساسي في المجتمع اللبناني وإلى المس بأهم رموزها الرئيس سعد الحريري مستخدمة أسلوب الشتم والسباب بفذاءة غير مسبوقة لم يشهدها الخطاب السياسي في لبنان من جهته اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني أن ويام وهاب يمعن عبر خطاباته الفتنوية والمذهبية بضرب وزعزعة استقرار البلد وأخذه للمجهولة وشدد البعريني على ضرورة احترام القانون داعيا إلى مثول وهاب أمام القضاء وهو من يتحمل مسئولية دم مرافقه الذي سقط بنيران أصدقائه وكان السبب خطابات وهاب وعنترياته وختم البعريني بالقول للأسف بات ويام وهاب يجاهر بالخطاب الفتنوي ويستغل بعض أبناء الجاهلية الذين كنوا لهم وأهلنا الدروز كل محبة واحترام كفيا وهاب تهديدا ووعيدا وكذبا وافتراءا وتمثيلا على الجميع كذلك علق عضو كتلة المستقبل النيابية أن أبطارق المرعب في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا مقام وشخص رئيس الحكومة دولة الرئيس سعد الحريري خط أحمر والمس بهما اعتداء على الطائفة السنية بأكملها ترجمة نانسي قنقر